آلاف المسافرين العالقين على جزر اليونان الشهيرة بسبب قرار البحارة تمتد إضرابهم لليوم الثاني على التوالي رئيس الاتحاد اليوناني للبحارة أكد أن العبارات سوف تبقى في الموانئ وفي سعي منها إلى زيادة الأجور بنسبة 5% بعد تجميدها ثماني سنوات لسبب أزمة الديون في اليونان قالت النقابة أنها اقترحت تمديد احتجاجها إذا لم يتم الوفاء بمطالبها التي تشمل رفع الأجور والإعفاءات الضريبية قرار أثر على حوالي 180 ألف شخص كانوا حجزوا للسفر جزر تمثل وجهات سياحية هي الأكثر شعبية في اليونان مثل ميكونوس وسانتوريني وجزيرة توكريت خاصة وأن الكثير من هذه الجزر الصغيرة والنائية لا تربطها باليونان أي خطوط جوية وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للدخل في هذا البلد حيث يتوقع أن يزور اليونان حوالي 32 مليون سائح هذا العام لميس براهيم العربية